السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اول حاجة كده في طواصة على النار او في حلة هنزل بالسكر زي ما قلتلكو كباية من السكر وعليها كبايتين ونص من جسد الهند وجسد الهند يبقى مبشور ناعم لو لقتيه خشن او حاستي انه هو خشن فقدر يتنعميه شوية في الكبة او في المطحنة بتاعت الخلط تمام هنبدأ بقى كده على نار هدية نقلب كل المكونات بتاعتنا على بعض احنا اضفنا كل المكونات لو حستيها ان هي ناشفة يعني ما تخفيش هي كباية مظبوطة جدا والمقدار ده مظبوط جدا جدا هنبدأ بقى نقلب فيها على نار هدية افضل يقلبي لغاية ما تحس ان هي الطبخة معاكي طيب انا اعرف ازاي ان هي خلاص كده وصلت للقوام اللي انا عايزة او الطبخة هنسيبها على النار او على نار هدية حوالي نص ساعة ونص ساعة مش كتير يعني النص ساعة دي هتفضلي كل شوية تقلبي فيها لغاية ما تحس ان هي فعلا الطبخة علشان لما تيجي تمسكيها تعرفي بقى ايه تشكليها تمام كده وخلي بالك علشان لونها كمان ما يغيرش منك هي نص ساعة بس على نار هدية وكل شوية تقلبي فيها ما تسيبهاش لما لون هيغير خلاص كده هنسيبها بقى لما تبرد خالص وبعد كده نبدأ نشكلها هم حاجة سيبيها في طبق كده وغطيها هنا بقى خلاص بعد ما بردت عايز اقول لكم بقى تشكيلها هيكون بمنتهى السهولة زي ما انتو شايفين تقدر تبلي ايدك نقطة الزيت صغيرة بس علشان تعرفي تشكليها كويس شكليها بقى الاشكال اللي انت عايز ايها عايز تعمليها كيور عايز اتعمليها صوابع طويل عايز اتعمليها اي شكل انت حباه مفيش اي مشكلة هنا بقى التشكيل والشكل بيرجع لزوقك اضغطي كده عليها لان ده في الاول في الاخر برضو جسد الهند ما هياش عاجينة اضغطي عليها بايدك كده علشان تبقى ايه متقفلة كويس دي الكمية اللي انا عملتها من كوبايتين ونص جسد الهند وكانت كمية اللهم بارك حلوة جدا انا عملت شوية كور وعملت شوية كده زي الجرس اللي كنا بناكله زمان هنا بقى معايا كده الشوكولاتة بتاعتنا انا جبت بار شوكولاتة وهي خدت بار الشوكولاتة كامل تمام حابة بقى لو عندك شوكولاتة بيضة لو عندك شوكولاتة اللي هي الغمقة اللي هي مش بالحليب اي شوكولاتة بتحبيها مفيش اي مشكلة انا هنا سيحت الشوكولاتة بتاعتنا وهبدأ بقى انزل بجسد الهند بتاعتنا دي جوا الشوكولاتة وهتطلعيها بقى على ورق زبدة او اي حاجة موجودة عندك الخطوة المهمة بقى ان احنا نسيبها تاخد راحتها ونسيبها في التلاجة لغاية ما الشوكولاتة تجمد ولو انت من الناس اللي بتحب طبقة الشوكولاتة كتيرة تقدري بعد ما تعملي الطبقة دي تسيبيها تبرد وتعملي طبقة تاني بس طبعا هتبقى مكلفة اكتر من كده بكتير هتطاري تجيبي كمان بار شوكولاتة تاني تمام فهي كده حلوة جدا جدا وطعمها جميل ويعني متوازنة جدا جدا كمية الشوكولاتة اللي عليها كانت حلوة جدا مع جسد الهند اللي جواها تمام هنخلص بقى كده كل الكمية بتاعتنا دي وهنعملها بقى ونسيبها زي ما قلتلكو تبرد في التلاجة كل ما بردت كل ما كانت احلى وقدميها بقى لديوفك وبجد صنف حلو جدا جدا وحلويات سهلة وبسيطة ولو ولادك مش بيأكلوا جسد الهند او مش بيحبوها صدقيني هيكلوها وهيحبوها جدا خلاص كده انا خلصتها وكان عندي بقى شوية سبرينكل كده ملونين اي حاجة حابة تضفيها عليها تقدر تضفيها عليها والشوكولاتة لسه سايحة انا هنا بضيف شوية شوكولاتة كده على الوش هتديها شكل حلو خطوط كده خفيفة هتبين بقى لما تسأل دي بقى الشوكولاتة بتاعتنا اتمنى تجربوها اتمنى تعجبكم والوصفة بسيطة وسهلة جدا 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 جربوها وان شاء الله هتعجبكم وطبعا اهم حاجة اشتركوا في القناة وطبعا شيروا الفيديو علشان كل الناس تستفيد بيه لان كلنا بيبقى عندنا جوست الهند وبنبقى مش عارفين نوديها فين فالوصفة دي مناسبة جدا جدا للناس اللي عندها جوست الهند وبتبقى مش عارفة تعمل بها ايه وبجد بجد طعمها حلو انا عندي ابني ما بيكلش جوست الهند وكان الشوكولاتة دي وعجبته جدا جدا يلا بقى جربوها وقلولي رأيكم في التعليقات وان شاء الله تعجبكم تعالوا بقى نفتح واحدة كده ونشوفها من جوة شكلها ايه بصوا هي من جوة طرية جدا جدا وبالدوب كده تحفة جدا جربوها وان شاء الله تعجبكم ده شكلها من جوة اهيه ما شاء الله حلو جدا يلا بقى اتمنى الحلقة النهاردة تكون عجبتكم واشوفكم بقى في حلقات تانية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته